السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتي حليم انا بس عليك لا بس ربي يخليك اهلو سهلا شكرا انا ربي يخليك مرحبا ويتكدري اشيدو على الوليد الله يطور في عمارها وتصحح دويناتها يا ربي يا ربي ويتكدري معي وحد دوعة الله يستعليك ويتعاهد السانتيك خرزي من عينيون ونقصب عارة حتيونس اش بقى عندك بنتي حليم اوقا ليا تكسسانتيك في عيني دير العقدة دير هادك دير الامالية ايا اوقا ليا خيال الى كان دير الامالية وكان دير ليا بسكنه مدير لها عرب نعم ومن اللي هادو اهلين يدقى مسانتيك دياله وطيرك نشاق ليه في عيني هاد خطع طيب بي ولا غر خطب بي خطاطي بي انا قريبت تعليد دقي سكنينه اوه بادي البياش وعوض قريبت تعليم حاجبت اترعي مراتز اه ايش شافك بنتي الله يشافك ليلا ولش مرجعتش بنتي حليم ها حليس المرة زعتيش حليمة عن طبيب الشي كنبلك العلاج ولمشيت انا مدفش العمل يدو عملي لذا فضعتك مراتش واديني وفضت فضل الضابة يد انا مشي شيء الله يحسن عوانك الله يشافيك بنتي حليمة الله يشافيك ربه والشافه والعافي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العملية ديالك خستك تبعين خطأ طبيب وارد كلنا يخطأ من الذي لا يخطأ ولا يسهى ولا ينام سبحانه وتعالى والبشر كلهم يخطأ لكن الاطباء الحمد لله وقع خطأ يتدارقه ويحرص على على اصلاحه والله تعالى يكمل الرجاء لجميع فحليمة بنتي حاولت رجعين طبيب وخبعد عليك من صويرة المراكش للدار البضاء رجع عن طبيب او شوفيه طبيب قريب منك تم ما يقدر يقدم لك يد المساعدة اذا تحضر عليك الامر اشغل ديالي يا ابنتي حليمة خدي واحد الاناء ديال الماء وقرأ في صورة الفاتحة سبعة مرات ثم اغسلي به عينيك كل ليلة قلت ناسي خدي الاناء ديال الماء اقرأ في صورة الفاتحة واغسلي به عينيك وسوف ترين العجب العجب هذا كلام كنقول لك اي احب الكرام يا ما رأينا فيه كرامات وحد سيدة عنده كورة كورة في الوالدة والطبيبة قتلها خطير جدا ان هذه الكورة انها غدزول الا بعمل جراحية معقدة والسيدة كان سبق لها ولدات سيزاغيان وقد شعر بواحد المضاعفات خطيرة وسبح الله عظيم سمعت في الراديو بان من طرق العلاج تستعمل اناء ديال الماء سبعة المرات الفتحة وتشرب ولعل ربي اسخر في ذاك الشهر وهي كتنتظر الفحوصات وكتنتظر الموعد ديال العملية مشات عند الطبيبة فقتلها بان الكورة دابت دابت نهائيا ما بقاتش بفضل الله وجود الله حتى ان الطبيبة مشت للجامعة وقدر واحد محاضرة علمية حول هذا الظاهرة غريبة قال كيف انها اختفت بقدرة الله ما في غربة وغلال الاسبوع واحد السيدة كان فيها سرطان ست شهر وهي كالتعالج ست شهر وهي حامل فق كرسي متحرك والشعر طحلها والحجبان تنتفو والوجه ديالها كله ولزرق وكتنغر حتى ما تتقسم تاريكة كتقول لعائلتها هي اخوتها والحبابها هالتاريكة ديالي لكن من اللي سمعت في الراديو هذا العلاج بسيط انها تستعمل اناء ديال الماء وتقرأ في الفاتحة تقرأ بصوتهية بصوتهية بخشوع ويقين سمعت المرض وتشرب ذاك الماء والله العظيم هذه الجمعة الى جات يوم الاخ ديالك يقول لك قال لها الطبيب اختفى المرض الكبد ديالك كان مقيوس بسرطان اختفى نهائيا ما بقت له ولو اتر خدشة واحدة رحمة الله واسعة وفضله كثير بريتكة بنتي حليمة طريقة سهلة قبل ما تنعسي خدي اناء ديالكاس ديالما قرأت الماء نقرأ في الفاتحة بصوت خاشع تسمى الشافية والعافية والكافية ركت اسم السبع المتاني والقرآن العظيم ونغسل بهالمكان اللي كدرني بهذه النية وخلي مولاني تصرف وهتلقي العجائب للقدرة الله واتش كثير يا مرأين امراض خطيرة وامراض صعبة وزالت وشوفية منها المرضى بفضل الله وجود الله وكرم الله الله يكمل لك الرجاء حليمة بالنسبة للجواب عن سؤال زوجة اخيك الصلاة في السجود وجمدع المرفق ام لا لا في السجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعين على الكفين والجبهة وعلى الركبتين واطراف القدمين سبعات الاعضاء الى درتي المرفق كيعدود سعود المرفق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يبسط احدكم يديه في الصلاة بسطى الكلبي الكلب ملك يجلس كتلاحظة بان المرفق دياله محتوط على الارض والانسان عليه اللي يتشبه بهذه الحيوانات فلابد من السجود ان نضع فقط الكف المرفق يكون طالع ملكوش نزل الارض للا حليمة جوابا عن سؤالك المنطقة اللي فيها النبي وبقيت الانبياء هو الانبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وجدوا في المنطقة العربية ما في نبي كان خارج المنطقة العربية كل الانبياء في المنطقة العربية نزلوا ابونا ادم ابتداءا نزل من السماء الى الارض ولما نزل قيل بانه في الاول نزل في منطقة في جنوب اسيا بالضبط يقول العلماء في سيرلانكا وامنا حواء نزلت في جدة يقال مدينة جدة ثم امر الله ان يلتقوا جميعا عند الكعبة المشرفة وقد بنتها الملائكة وبقية الانبياء كلهم والاحداث الدينية كلها رحاها دارت في البلاد العربية يعني بين مكة والمدينة وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان والشام عموما هنا دارت للاحدث كل ذي الانبياء سيدنا ابراهيم الخليل اين كان كان في بابل بابل وبابل كان فيها انبياء سابقين الناس كانوا عندهم لغة واحدة او الانبياء والبشر كتدهم لغة واحدة فقط لغة واحدة كتكلموا بها كل الشعوب فقد يوقع واحد الواقعة غريبة ان بعضهم غد يقولوا واحد الملك منهم قالوا غدني واحد البرج عالي ونتحدى الاله فلما بدوا ذلك البرج ربي غد يغضب عليهم وغد يعاقبهم بماذا غد يبلبل يبلبل السنتهم فيصير كل ينطق بلغة وذا تختلف اللغات احتولت الارامية والعبرانية والعربية والعربية في العاربة والمستعربة عاجت اللغة الانجلوساكسونية واللغة الهندو اوروبية وجدت عدة لغات وعجام وعرب وصار الناس فيما بعد لغات متعددة وربي قليل جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا فلاحظنا الانبياء كلهم في هذه المنطقة سيدنا ابراهيم الخليل ابو الانبياء سيدنا ابراهيم الخليل غد يكون في العراق وغد يكون ما عنده نسل مئة عاما كيولدش وزوجته عند 97 عام عاد ربنا غد يقول لي يا ابراهيم سوف اكثر نسلك قال لي انظر الى السماء سيدنا ابراهيم كيشوف السماء كيبالي النجوم يقول ليش اجعل نسلك اكثر من عدد النجوم فتعجب ابراهيم قال يا رب انا كابرت عندي مئة سنة ومرتني 97 عام وكتقول لي يا نسلك غد يكون اكثر من عدد نجوم قال لي لا تستغرب يا ابراهيم انظر الى الارض كيشوف السماء مشاف الارض قال لي ان عدد نسلك غد يكون اكثر من حبات الرمل في الارض لم يصدق ابراهيم ولكن ربنا ينطق بالحق فعلا ربي غد يعطي ابراهيم الخليل اسماعيل وبعد اسماعيل سيعطيه اسحاق فصار ولدت له اسحاق وهاجر ولدت له اسماعيل ومن اسماعيل جاء النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اسحاق جاء انبياء ابني اسرائيل جاء منهم يعقوب ويوسف وموسى وهارون وعيسى وغيرهم كلهم جاءوا من نسل اسحاق فالعالم كله الان رام مبني على المسلمين واليهود والنصارى وقل من اللاديميين فهكذا كان البشر كلهم كانوا في منطقة هذه المنطقة في القرآن الكريم يقول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين هنا يحدد ربنا عز وجل جغرافية عالم الاديان عالم الاديان كلها مبسوطة في هذه الاية والتين والزيتون التين قيل بانه في العراق كان هناك شجر التين والزيتون في فلسطين فلسطين كان فيها سيدنا عيسى ابن مريم المسيحيين والتين والزيتون وطور سينين جبل طور في صحراء سيناء بمصر كان فيها اليهود اتباع سيدنا موسى عليه السلام من بني اسرائيل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين يعني مكة مكة هذا البلد الامين في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالاسلام فهناك جغرافية الاديان جميعها في البلد العربية اما في امريكا في هذه بقى حديثة امريكا مع كريستوف كولومبوس سوف يتم اكتشاف العالم الجديد اما اوروبا فكانت فيها الروم وكانت فيها العبادة للنجوم وآلهة الشمس وغيرها كواكب والاسيا كانت فيها الفرس عبدة النار والمجوس وغيرهم اما الاديان الحق كانت في العالم العربي ثم انتشرت فيما بعد في العالم باجمع فنسأل الله تعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة